بحي حضراتكم الجزء الثاني من حلقتنا الليلة في حديث الساعة وكما أشار زميلي خالد سعد في نهاية لقاءه مع حضراتكم عن إن لقاءنا معاكم حيكون عن فعلا حديث الساعة الحوادث التي حدثت لأطفال في مدارس في محافظات مختلفة وأدت إلى الوفاة يعني كان عندنا يوسف محمد مدرسة عمارة بن ياسر بالمطرية والتاني يوسف سلطان بمدرسة بمرسة مطروح وأيضا آخر الحوادث عربية سارة تغذية تدهس تلميذ في الصف الثالث الابتدائي طالب أدهم محمد عبد العال بالرغم من إجراءات تحويل التحقيق والبحث في هذه المشكلة لكن طبعا هي لها أبعاد كثيرة حنحب نتعرف عليها لأن كل حادثة من دول كانت بالفعل بتقلم كل أسرة مصرية وبصير القلق يعني كل واحد بيبعث ولاده المدرسة بيبقى الآن يا ترى إيه الوصل احنا عارفين طبعا أن في مشاكل كثيرة بتواجهنا في وزارة التربية والتعليم في مجالات مختلفة ومنها الأبنية التعليمية وكنا اتكلمنا في كثير من لقاءاتنا مع وزراء متعقبين لوزارة التربية والتعليم لكن إزاي وصلنا لده ده اللي حنحاول نعرفه وإذا كنا نستطيع أيضا أن نصل إلى الحلول من خلال لقاءنا مع ديوفنا لمشارفتنا النهاردة أستاذ هاني كمال المتحدث رسمي باسم وزارة التربية والتعليم سيادة لواء محمد فاهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم برحب بحضراتكم وطبعا يعني بداية الأستاذ هاني هيكون الكلام مع حضرتك بتشوف الوضع زي أنا زي ما قلت إحنا عارفين أن في رحلة طويلة ومشاكل كتيرة بتوجيها الوزارة لكن إيه اللي وصل المسألة والحوادث متلحقة لو حضرتك تلاحظ يعني متقربة جدا نعم أولا اسمحيلي أن أنا أبدأ بالآية الكريمة إن لله وإن عليه رجعون وإن أنا أجدد التعازي لأسر الثلاثة اللي حضرت زكرتهم يوسف المطرية ويوسف مرسى المطروح وإننا أدهم محمد أحمد عبد العال النهاردة في إدارة أطفيح في الجيزة سبحان الله يعني أراد المولى عز وجل أن تتجمع هذه الكوارث في أيام قليلة قد يمر عام دراسي بأكمله والحمد لله تمر الأمور بسلام وده مش معناه أنه ما فيش مشاكل يعني ممكن السنة تمر وبدون حاجة وحشة ودامنا تمنام على المولى العز وجل أنه تبقى أيامنا كلها ما فيهش مشاكل بس مش معناه أن السنة بتعدي أنه ما عندناش مشاكل لا المشاكل موجودة في حياتنا منها ما هو قديمة ومنها ما هو حياتي ويومي إنما طبعا أمام هذه الكوارث اللي حقيقة بنقلم لها جدا وألمنا مش كفاية وحزننا مش كفاية ولا يعود ذويهم شيء إنما إحنا برضو في الآخر أباء أمهات وهم أولادنا بالفعل نحسابهم في الجنة إن شاء الله بإذن الله ده بداية ثانيا يعني لمواجهة أمور زي دي وستاذة هيبة إحنا بنتصرف على نحوين النحو الأول هو الشق اللي فيه تقصير وإهمال نعم هناك تقصير وإهمال ونبدأ من الحالة الأخيرة اللي هي النهاردة اللي هي حديث الساعة في مدرسة أمين النشرتي الإبتدائية اللي الحادثة أودت بحياة طفل من أطفالنا أدهم محمد أحمد عبد العال اللي الولد كان وقف مع زميله وبعض الأطفال في انتظار دخوله للمدرسة لأنه كان الفترة التانية اللي هي الفترة المسائية وكان تصارف وجود عربية التغذية لأحد المتعهدين المتعاملين مع الإدارة والسواء بإهمال شديد جدا بيعود يعني إلى الخلف وسبحان الله يعني ما كلفش خطره يبص ما حدش من اللي وقفين لازم نقول حاجة مهمة فيه منشور أمني مش موجود دلوقتي ده موجود من سنوات وبيجدد كل سنة ويتم تفعيله قبل بداية العام الدراسي لنديد تعليمات أمنية واجب نفذها خاصة في السنوات الأخيرة يعني الأمور الأمنية احنا بنفعلها بشكل كويس جدا وهو عدم السماح بدخول أي سيارة حرم المدرسة نعم طب ده حصل إزاي بالمخالفة هنا بقى الإهمال وهنا التقصير لذلك كان قرار الدكتورة علي عبد الرحمن محافظ الجيزة يشمل إقافهم ثلاث شهور موديل المدرسة ومسؤول الأمن وموديل عام الإدارة واحد يقول انت خدت دول يعني كبش فدى أقوله لأ لأن احنا برضو مش هنسمح لنفسنا أن احنا نظلم الناس ونلقي عليهم التهم جزافا الإقاف لحين التحقيق ليه تلاتة دول تحديدا لأن بما أن أنا عندي منشور بعدم استماح بدخول العربيات يبقى مسؤول الأمن ما يدخلش عربي وبالمناسبة العربية ما دخلتش النهار ده بس أكيد بتخدش كل يوم ما يدخلش كل يوم بالمنظر ده وممكن على هامش ده حد يدخل عربيت المدير عربيت مدرس من المدرسين ما هي المسألة الخلاص المخالفة بقت مستباحة إذن مسؤول الأمن الذي فتح الباب وهي يعلم أن هناك ممنوعات يحاسب موديل المدرسة لأنه دي مدرسته ولأنه هو المفروض موجود في الميدان وعلى علم بكل كبيرة وصغيرة يحاسب طب مدير عام الإدارة اللي قعد في مكتبه ما هو من خلال جوالاته ومروره على المدارس أكيد بيشوف أن المدارس بيخشها عربيت ولا لا يبقى المفروض هو أول بأول يمنع هذا الأمر إحنا لما بنفعل القوانين والنشرات والكتب الدورية للأسف يا أستاذ هيبة مش في قطاع التعليم بس في قطاعات كثيرة في الدولة لا تفعل القوانين ومن ثم الفوضى والإهمال بيكونوا سبب كان القرار الرادع هو محسبة المهملين والمقصرين أدي شق وفيه شق طبعا آخر اللي هو مسئولية وزارة التلبية والتعليم حيال ما حدث بالتعامل بالإجراءات بقى خلاص إحنا خلاص اللي حصل حصل وبنجازي المقصر أو هو قيد التحقيق طب وهنعمل إيه هناك حالة استنفار شديدة جدا جدا على مستوى المدارس الجمهورية كلها أصدر الدكتور المزير التشكيل اللي جان بالخمسين ألف مدرسة حدست مرسى مطروحة أشتر زهيرة كان فيها شيء غريب مدير المدرية الزميل الذي تم إقلته من المنصب هو أقيل ليه؟ لأن المدرسة بتعمل شهادة الشهادة بتقول أن المدرسة جاهزة لاستقبال العملية التعليمية ولا يوجد ما يعوق العملية التعليمية ولا يعوق عملية الأمن وسلامة الأولاد والعملين ودي مختومة من كذا حد ترفع للإدارة وبيشارك فيها كذا حد ثم ترفع لمدير المدرية يبعثها الوزارة أنا وزارة بيجي لي أوكيه واحد بيقول لي كله تمام أنا جاهز كله تمام وانا عندي خمسين ألف مدرسة فحضرتك بشوف أن المدير المدرية كان مفروض فكانت المدارس نعم عفوا يعني هو مضى إنما حضرتك بتشوف أنه مضى كان مفترض أنه قبل ممضي لمجرد وراء جاتلو أنه يقوم مثلا من مكانه ويتأكد من سلامة المدرس دي بنفسه هو الآخر عنده جولاته الخاصة اللي بيطمئن بيها ولو بياخد عينة عشوائية عشان يشوفها إذن إحنا عشان ما نكبرش وما إحنا آني الأوان يا أستاذ هبه في مصر التي تحاولوا أن تتعافى أن نتعامل مع القعدة يعني سمعنا كلام بيقول الوزير يمشي حتى الدكتور الوزير قال المبارح في أحد قطرة فيها قال أنا إن كان دا الحل أنا أمشي قبل كده هي بس عفوا يعني على المقاطعة هي ردود الأفعال المجتمعية نحترمها طبعا نمح عزين نحن غضبة حزينة مش بس غضبة وحزينة فزعة قلقة نعم طبعا ردود الأفعال إحنا حيقولوا إيه مش حاجة بالو مدين ومدرية فيمكن حصل بالفعل حتى لو تلاحظ حضرتك الفيسبوك والتويتر وكان فيه فعلا هاجمة طول الكام يوم اللي فات نعم نعم مقدرينها وحتى الدكتور الوزير نفسه بالزعلان وقال أنا لو الحلف إن أنا أمشي قال أنا أمام عمليات كفاح وإصلاح ولو انسحبت من الميدان دلوقتي أوكي أنا همشي هيجي الصبح وزير جديد هل الوزير الجديد اللي هيجي هنم ونصحة معاها نلاقي حال المدارس كلها بقت زي الفل هل يضمن للوزير الجديد التاني أو الثالث بقى أو الرابع ما حانا كل يوم هنقابل بالمناسبة أنا أتقد أن قلت ده في المقدمة أيوها بالزرع يعني قلت الوزراء التعليم المتعاقبين كانوا بيتكلموا في المشكلات التي تخص العملية التعليمية في مصر وكان منها الأبياء التعليمية أقول لك الحل يا أستاذ هذا الحل يكمن في الآتي قرارات حيال معاقبة المقصر والمهم صدقين يا أستاذ هبه لو تعملنا مع القاعدة كم من وزراء يعني يتعاقبوا علينا والمشاكل هي هي المشكلة في اللي بينفزه التنفيذيين لو كل واحد قام بدوره على الوجه الأكمل وراع ضميره وحس أن ربنا مطلع عليه المشكلة يمكن أنه ستوصل للوزير هتتحل عنده لو هو شايف شغله نحن عندنا إهمال لذلك يجب محاسبة المقصر والمهمر ويكفي أن الدكتور وزير شكل لجنة في كل مدرسة من الخمسين ألف لسلامة وجودة المدارس ومراجعتها حتى الجوابات اللي جات لنا اللي هي بقى بتقول لنا كله تمام مش هنتعامل معنا لا كله مش تمام نتأقن منها لا كله مش تمام الدكتور وزير قال أنا مفيش حاجة يسمع عندي تمام أنا كان مديني تنامه حصل اللي حصل والباب ما كانش مش عارف في إيه وهكذا إذن اللي بيقول لي كله تمام هراجعوا وبعد المراجعة في لاجنة تانية بقى مراجعة نهائية اللي بيها نضمن بهذه الإجراءات إن شاء الله طبعا نتمنى على ربنا عدم تكرار ما حدث وهناك إجراءات أخرى نحو تأمين المنشآت أترك المجل للمعالي ألف مدرسة واحد يقول لي يا ربي في عشر تيام يحصل ده هذا قدر الله آه في إهمال هيتحاسب المهمل وفي التقصير هيتحاسب لكن إحنا طبعا مؤمنين ونؤمن إن ده قدر بدليل الثلاثة دول حصلوا في عشر تيام الثلاثة حوارس في عشر تيام أنا أقول في المقابل ما أنا بعد سنة وما بيحصلش ويا رب نقعد طول العمر ما بيحصلش إحنا آه بنسلم أمرنا لله بس في نفس الوقت هناخد بالأسباب وناخد كافة الإجراءات حيال حكتين محاسبة المقصر وأيضا اتخاذ الإجراءات اللي منها نضمن بإذن الله عدم تكرار هذا الأمر سيادة الوقت محمد فامي التفاصيل كلها عند حضرتنا أنا حابب أضيفة على كلام السوزاني الشهادات دي اتعاملت بناءنا عليها احنا العادي بتاع كل سنة بتطلع قبل بداية العام قبل بداية الأجازة الصيفية تطلع تعليمات لجميع السبع والشهد محافظة تشكيل اللي جان للمرور على جميع المدارس ومحددين بالتحديد سبع نقاط اللي يتمر عليهم في المدارس السبع نقاط هم القادي نمر واحد البوابات نمر اتنين زجاج النوافذ نمر ثلاثة وصلات الكهرباء بتاعة المدرسة والسلوك اللي خارج الحوائل نمر أربعة وصلات الميا والصرف الصحي نمر خمسة أغطية ورف التفتيش نمر ستة سلامة الأسوار للأسوار دي برضو من الأجزاء المهمة جدا نمر سبعة مضافة المدرسة داخل وخارج الأسوار التعليمات طلعت السنة دي بالتحديد هي بتطلع كل سنة السنة دي بالتحديد طلعت شهر ثلاثة تشكيل اللي جان تشمل مدير المدرسة مدير الإدارة التعليمية مهندس الأبنية الخاص للمهندسين الأبنية مهندس الأبنية الخاص بالقطاع رئيس القطاع بتاع الأبنية مدير مدرية ومدير فرع الأبنية بالمحافظة الشهادات دي موجودة عندي سبعة أنا مش بقول طبعا الكلام دوت ان دي ان احنا يعني ستفنا ورقنا أبدا المفروض الورق ما نقول لحضرتك المفروض ان تبدأ عمل هذه اللي جان مع آخر يوم امتحانات آخر يوم امتحانات في المدرسة تبدأ اللي جان تستغل الثلاث شهور او الاربع شهور بتوع الأجازة وهي انتهي عملها قبل بدء العام الدراسي وبالفعل تم تجميع هذه الشهادات وحتى الشهادة اللي فيها المدرسة اللي حاس فيها المشكلة موجودة وانضمت لأوراق التحقيق واللي مضيين عليها بانه تم المرور على السبع نقط يعني محددين لهم سبع نقط بالتحديد تم المرور عليهم وتم التأكد من السلامة المدرسة وما فيهش مشاكل وكله مضى والورق موجود الشهادات موجودة عندي 27 محافظة الشهادات بتاعتهم كلها بالكامل فده فيه مال الراجل اللي مضى ده المفروض انه مر يعني مفروض انه في خلال التلات شهور حضرتك قلت لجنة الاول ما اللجنة دي مين الراجل بقى اللجنة كلها مضيعة الشهادة مدير المدرسة مدير الادارة مدير مديرية التربية والتعليم مهندس الابنية ومدير فرع الابنية طيب موجودين المفروض انه دول مروا موقعين موقعين والشهادات موجودة فالنهار ده احنا ده اجراء بيتعامل كل سنة واحنا برضه مش هنقدر ننكر ان التركة تقيلة يعني يعني خمسين الف مدرسة اكتر من نصهم تم انشاؤه قبل انشاء هاية الابنية التعليمية نص نص الخمسين الف مدرسة اكتر من خمسة وعشرين الف مدرسة انشأت قبل انشاء هاية الابنية التعليمية يعني هاية الابنية التعليمية انشاءت سنة الثمانية وتمانين في خمسة وعشرين الف مدرسة انشئوا قبل سنة الثمانية وتمانين هو يعني الصيانة مهمة جدا طبعا احنا عندنا مشاكل في الصيانة واحنا ياريت انا من خلال منبر حضرتك انا انا بقى طالب ان هيئة الابنية ترجع مسؤوليتها عن الصيانة زي قبل 2010 تبقى احنا كنا بنعمل خطة صيانة شاملة للسبع عشرين محافظة بيتعامل حاجة اسمها مقاول صيانة سنوي كنا بنترحه يقعد التعاقد بتاعه من 1.7 إلى 3.6 المقاول ده متعاقد معاه على حاجة اسمها الايمة ايمة الهيئة الابنية دي الايمة فيها الجميع بنود الاعمال انا بتعاقد معاه على الايمة بالكامل استتطلب الصيانة اه بالايمة بالكامل يجي يحصل حاجة طريقة ينزل تاني يوم يشتغل لان انا متعاقد معاه النهاردة فلوس السيانة موجودة في مدرية التربية والتعليم اجراءات الطرح والمناقصات والكلام ده بتاخد بال3 ل4 شهور ما ينفعش ان انا جيب مقاول اقوله اعمل لي سيانة بعد ذلك يعني في حاجة معلش بقى عشان ايه استادة المشاهدين يسمعونا فضالي حضراتي لان من الممكن ان احنا زي ما قلنا اه بقول فيه تقصير لكن من الممكن ان احنا نكون ايه مش عايزين يتقلع علينا ان احنا بنقول كلام احنا عايزين نقول التفاصيل عشان تلقصورة ورحة كانت اعمال السيانة من مسئوليات هيئة الابنية لحد اخر 2009 التعليمية لغاية 2009 يبقى حد قرار قرار انها تخرج لمدرات التعليم هو طالعا دي سياسة المركزية احنا بنعطريتش عليها احنا برضو ممكن خلينا بس فيها وبعدين نقول بس التفاصيل عشان حدرتك شرحت دلوقتي الوضع الاولاني قبل 2009 ده كان جميب انت متعاقد مع مقاول بيعمل كل حاجة في السيانة حصل حاجة مفاجأة اثناء السنة لانك متعاقد معا بيخش على طول يغطيها بعد كده حصل انها راحت للمدريات في المدرات التعليمية لغاية هذه اللحظة احنا كده ولا ايه ولا جد جديد لغاية هذه اللحظة احنا كده احنا كده احنا بس احنا مقدم حلمستم حضراتكم كهية امنية تعليمية ان فيه اثار سلبية نتيجة انها غيرت ده اخترتوا بيها الوزارة رفعتوا تقارير على الاقل الرفع المسؤولية لان حضرتك تعلم بما انك وضحت هذا التوضيح ان اول ما المسألة حدثت الناس كلها مخها راح راح لفيه لغاية لبنية طبعا طبعا التفاصيل دي دلوقتي هنا بيحصل بقى نتيجة كده زي ده بيترجم لنا ليه بيتم اقالة مدرين الادارة التعليمية اللي بتربع اليوم هزي المدارس طيب مفيش تقارير اترافعت من هائلة الابنية التعليمية تقول ان الداحي حصل درق هو اللي احنا بنعمله ويشير الى ايه كمان هو حدثك اللي احنا بنعمله ايه احنا مثلا بنطلب دعم من صندوق لدعم المشروعات كفلوس اضافية للصيانة وما نحصل عليه دي للمدارس اللي هي محتاجة صيانة شاملة ومعالي الوزير ما بيتأخرش علينا فيها لحاجة فعلا يعني مثلا نقول فلوس الصيانة بتاعت المديرية التربية والتعليم مش كافية لعدد المدارس بنطلب لدعم لمدارس اضافية وبناخده وبنعملها وبنصنها وبنعملها صيانتها ولكن هو كسيستم احنا رفعين به مذكرة ان شاء الله وحنعرضه على مجلس ادارة اللي جاي ان هو نطلب من السادة المحافظين كسيستم عمل الفلوس اللي بتتخصص دي تحول لفرع الهيئة الابنية ونرجع للنظام القديم تاني وتبقى بنحقق اللي مركزية وفي نفس الوقت بنحقق شغل لهاية الابنية التعليمية انا حواصل مع حضرتك الكلام طبعا بس اسمح لي معنا اتصال من السادة الكاتب الصحفي احمد عمر نقب رئيس تحرير جريدة المصر رئيس قسم العلمي مساخير يا فندم مساخير المزهبة مساخير المزهبة اهلا بك يا فندم حضرتك طبعا متابع معنا الموضوع وتعلم طبعا ردة افعال الجماهير تجاه التلات حوادث وفاء اللي حدست في ايام قريبة جدا من بعضها البعض وحررت طبعا متابع الموضوع ووزارة التربية والتعليم زي ما احنا شايفين بتجازي المخطئ بتحيل التحقيق بتوقف ناس عن العمل لسه يمكن ماكملاش كلامنا مع سيادة الوقت محمد فهمي رئيس هيئة الابناء التعليمية انا عايزة تعليق حضرتك والست زي ما احنا بنحمل هايزة الابناء التعليمية الوزر ليه الناس كان معلومة مخارح لكاد فعلا الوزر يقع اولا على مدير الادارات ومدير المدريات التعليمية اولا احنا عندنا اجازة من شهر ستة نغاجة بداية العام الدراسية عشرين سبتاول تمام طب في المدير الادارات المدير الادارات ومدير المديريات التعليمية من المتابعة في المدير الادارات من الصيانة في ذلك القانون اتعزم بان المصروفات المدرسية تظل في المدرسة عشان الصيانة تمام ما انا قلت لسا كان حيث السؤال التاني لا يعنيهم الصيانة يعنيهم ما يتبقى من المصروفات لتعود بالفائدة على المدرسة ولا عاملين بالمدرسة زي ما قال اللي هو محمد فهل لا بد من تعديل القرار الوزاري بتكون المصروفات وتصبح في خلوات الابنيات التعليمية ليتم الصيانة من خلال هيئة الابنية متان في هيئة للابنية تبقى تكون مسؤولة عن الصيانة ليست المدريات التعليمية المسؤولة عن الصيانة ليست المدارس هي المسؤولة عن الصيانة ما محملش الابنية التعليمية تحملها حاليا بالسادة المحافظين والسادة مدير الادارات والمدير المدريات التعليمية النهاردة من يوم ما القرار اتعدد وإن المصروفات التعقوض من المدارس ما في الصيانة بمثل معنا إلا الصيانة التي تقوم بها هيئة الابنية التعليمية دور المدرسة وما يتزئم اقتطاعه من هالمصر للعائد للمدرسة لها تصبح في اعمال الطيان ثالما رواح مفيش متابعة من مدير المدرية مفيش متابعة من مدير الادارة برغم جوالات الدكتور محمود ابو النصر مش مجامل الدكتور محمود ابو النصر برغم الجوالات المستمرة للدكتور محمود ابو النصر لكن للأسف مدير الهدارات ومدير المدريات التعليمية لا يعلمون شيئا عن المجالس ولا أماكنها والدكتور محمود أبو النصر يعلم جيدا أن هناك مدير مدريات لا يذهبون إلى مكاتبهم إلا بعد الثانية أصرا خوفا من لقاء أو ديان أمور ولا عاملين المدريات التعليمية خوفا من المجالس يعلم جيدا هذا الدكتور محمود أبو النصر الأسبوع في أول يوم دي رادي كان في مكتبه التعليمية أحد مدير المدريات ما راح في مكتبه في اليوم دا كان أجازة لو لا محافظة أنا هقولها لو لا الدكتور سعيد عبد العزيز محافظة الشرقية اتصل بالراش بمدير المدرية مدير مديرية التعليمية الشرقية قال له أنت محندكش دم مفروض تقول للمكتبك أنه أنا خذ أجازة قال له أنت لاخد أجازة لغاية يوم الثلاثة إزاي ما تجيش طلبوا جادوا ساعة 11 بالليل هذا الرجل اللي ياتب إلى مكتبه إلى بعد الثانية أصرا أنا بشكر حضرتك حضرتك أنا بشكرك جدا على هذا الاتصال لأن يمكن إحنا حضرتك تتابع معنا اللقاء إحنا لسه بنكمل الكلام وحضرتك طبعا يعني رفعت الحرج عن هيئة الأبناء التعليمية وكان لحظة حتى تكلمت ده كان الكلام اللي بيقوله سيادة اللواء محمد فاهمي قبل مرجع للسيادة اللواء محمد فاهمي ولازم يكمل كلامه أستاذ هاني كمال اللي تكلم فيه أستاذ أحمد عمر أستاذ كانت في صحفيك فيه جزء يخص الوزارة بشكل عام أه يمكن تكون أشارت نعم أعلم أنك أشارت أنك فيه تقصير وفيه إهمال لكن التفاصيل كانت عنده ليه المسائل ماشية كده يعني أن يقول أستاذ حمد عمر ده شيء معروف أن ده أداء مدرين إقتراض تعليمي أنه الممكن أن يذهبوا في وقت متأخر كيب ويقابلوا الأولاء الأمور والشكاوي هل الوزارة لا تعلم ذلك؟ طبعا فيه تقارير بترد للوزارة بأول ويوم بيوم المسألة مش متسابة كده وفيه ضوابط بتحكم عمليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة أيضا دكتور الوزير يعني يعمل في مكتبه هو بيقول للوزير موجود سابع سواحا لكن المدرين الإدارات الشارعية أنا لو أمحلي الأستاذ هاني المحافظ هو من يدير العمليات التعليمية في المحاسب دخلنا بقى معلش شيء يعني حضرتك لما حصلت حادث بتاع العربية النهارد مين اللي حول الناس للتحقيق المحافظ الجيزة لأن المحافظ هو هو اللي يحاسب الناس اللي ما بتروحش مكاتبها ده المحافظ هو المدير المباشر هو المسؤول عن إدارة العمليات التعليمية في المحافظ المحافظ طب حلوة احنا كان عمليين المسألة مش بنرمي لا نحن بنوضح نحن بنوضح نحن بنوضح نحن بنوضح أستاذ أحمد معاملا لما ودير إدارة تعليمية ما بيروحش مكتبه مين اللي هيعرف أو مين اللي حيتابع أو مين اللي بيحاسبه المحافظ المحافظ أقول حالك بقى إيه اللي بيتم يعني أقول حالك طبعا مع كامل تقديلي طبعا لكلام الأستاذ الزميل أحمد عمر إنما إحنا برضو قضية التعميم أنا شخصيا أخشى من قضية التعميم هناك شراكة ما بين الدكتور وزير التابع والتعليم وما بين المحافظ المختص ودائما وأبدا احتراما لاختصاصات يعني كل منهما على حدة حتى في اختيرات الدكتور الوزير احتراما للدكتور المحافظ بيعرض عليه من تم اختياره لأنه هو اللي هيبقى تحت المسؤولية مباشرة من المحافظة والدليل سيد أحمد لما تكلم قال مين اللي كلم المسؤول وقال له أنت فين المحافظ اللي بيكلمه اللي بيقول له أنت فين في هذه الحالة حينما يجد وزير التربية والتعليم قصورا ما في جهة ما من خلال تقارير تالت من المحافظ مباشرة بيتم اتصال من شأنه استمرار القيادة أو استبدالها طبعا ده بيحصل والدليل إحنا لسه كان عندنا حركة تغيير مدير مدريات ووكلاء مدريات على أكبر حركة تغيير مدير مدريات وكلاء مدريات ودائما وأبدا يا أستاذ هيبة والكل يعلم ده حينما نختار مجموعة من القيادات لا توجد ضمانة يعني لا توجد ضمانة أن تكون الاختيارات يعني جميعا على درجة عالية من الكفاءة قد تشوب الاختيارات دون قصد طبعا فرد أو اتنين على طول بيتم تعديل ده أول بأول ولا يمكن أن يوافق الدكتور الوزير على استمرار قيادة لا تقوم بدورها الوظيفة أو لا تفي بواجباتها المهنية ليس من مصلحة الوزير أنه يبقى عفوا نسايا بحد يعني عمله مشاكل بس يعني ما طبعا حضرتك سيادة لو يعني إحنا لما نسمع أن زي أستاذ زهاني كماني المقال وطبعا أن احنا لا نعمم يعني لا نعمم الحلقة كمالة لأن فيه نمازج مشرفة طبعا فيه نمازج مشرفة خلينا نرجع قبل مكالمة الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد عمر كنا منتكلم عن السيانة والتمويل ونسمع عن منحة كانت من الإمارات وأدوار من الرفوض أنها تكون بدأت من شهر يونيا بعد الامتحانات إيه اللي يمنع أن الحاجات دي تكون يعني اتنفذت بذكر القصص هاني كمال أشار أن المشكلة في التنفيذيين إيه اللي يمنع الإهمال وإيه حصل فيه دي من الإهمال هو منحة الإمارات كانت إنشاء وليست سيانة إنشاء مدرس جديدة لكن لم تكن طب شكرا للتوضيح أشكرا أشكرا حلو قوي طب نتكلم بقى في فكرة التنفيذيين أنا بيحدث القصور عندي خمسين ألف مدرسة خمسة وعشرين ألف منها كانوا قبل 88 قبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمية اللي بعد كده يبقى إحنا عندنا أنا مثلا الخمسة وعشرين ألف دي أنا ما عرفش عمرها قد إيه في مدارس طبعا بتتروح أعمارها يعني فيه طب النهاردة سيادة لواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية وضح لنا حاجات كتيرة جدا إن كان فيه مثلا السيانة ووا كانت تتبع الأبنية التعليمية لغاية ألفين وتسعة بعد كده حصل تغيير ذهبت إلى مدرين الإدراط التعليمية في الوضع الأول كان لما هو بيتعقد مع المقاول كان بيقدر يبقى تابع أمال السيانة في المدارس طول السنة حتى وإن حدث حاجة ملزم بيها المقاول لكن تغيير الخطة دي أدى إلى يمكن ما نحن فيه ويظل الوضع لما هو عليه حتى الآن في هيئة الأبنية التعليمية وكان السؤال قبل خروجنا لعنوين الأخبار لسيادة لواء محمد فهمي كنت بقوله الصيانة الإهمال هنا لما بينتج بينتج ليه يعني أنا عندي بسمة على صيانة بسيطة وبسمة على صيانة شاملة وبعلم أن فيه ميزانية بتخرج من الدولة للمدريات علشان أعمال الصيانة إيه اللي بيجرى هو ممكن حضرتك المبالغ المخصصة للصيانة ما تبقاش كافية لعدد المدارس اللي مطلوب صيانتها أما الصيانة العجلة فدي بتبقى مضغطية لأن كل مدير مدرسة بيخصص له مبلغ من خلال مدير ومدرية التربية والتعليم المبلغ ده بيبقى موجود في المدرسة موجود معه ده للصيانات العجلة الصيانة العجلة اللي هي الحاجات اللوح إزاز مكسور حنفية الباب اللي مش مزلوط حنفية عايزة تتغير لمبة محروقة دي صيانة النظافة بتاعت المدرسة دي مفروض مدير المدرسة مسؤول عنها ومسؤولها مباشرة أما الصيانة الشاملة فدي بيبقى لها خطة المدرسة بتتنكت كلها من أولها لأخيرها دي كل قد إيه حضرتك؟ دي مفروض المدرسة يعني كخطة كن أيام ما كنت بتعملها المدرسة بتدخل كل خمس سنين سيانة الشاملة وزمان سيادة اللولة وإحنا أنا أتذكر أنا أفتكر مدرسنا وكانت قوميات يعني أنا أتذكر أني كان كل عام جديد المدرسة كأنها مبنية من أول وجديد مهو في حاجة سيانة الشاملة هل ده كان سنويا وبعدين نتيجة الظروف اللي مرت بيها؟ لا يا اللي حياتك بتقولي ده ما كانش سيانة شاملة ده كان مجرد أنه مثلا بيدي حلة جديدة دي بسيطة والشدهانات حاجات دي بتبقى سريعة أما السيانة الشاملة فبتاخد المدرسة بيغير أرضيات بيغير درج سلالم بيغير سباكة بيغير كهرباء بيديه السيانة الشاملة ودي بتدخل كل خمس سنين إحنا الكلام دلوقتي هنا لما بنتكلم عن خمسين ألف مدرسة بنتكلم عن مدرسة حكومية فقط مزبوط إحنا كده بره المدرسة التانية بمشكلة لو في مشاكل تخص الأبنية التعليمية في المدرسة الخاصة إحنا حدثنا هنا منحصة على المدارس الحكومية الحكومية شاملة التجربية؟ بزرق مع حكومية؟ حكومية يعني ما فيه كده وفيه كده التجربية كمان تغير اسمها من المدارس التجربية إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات اللي إحنا بنسمى دي بات الفيوتشر إذن أصبح اسمها بقيت كل المدارس الكريمية زي المدارس الفيوتشر معاتش كلمة تجريبة أصل كلمة تجريبة في معناها كنا بنضرب نجربنا خلاص فبقى اسمها الرسمية للغات نتبع الحكومة يعني والرسمية المتميزة خلت كلمة المتميزة اللي هي بتضاهي التعليم الناشونال والانترنشنال أنا عارفها أنا دايما بقول على الهوى المدرس التجربية على الوحد بيحسد اللي فيها الحقيقة يعني في مستوى التعليم اللي بيطلقوه فعلا أنا أنا أشهد بذلك يعني حتى يعني كان في مرة مش فاكر أحد الوزراء من اللي أنا نتلقت مع أكتر من وزير قالت شهادة نعتز بيها قلت له تعتز بيها احنا معنا بس مصطفى من الجيزة حيعمل مدخلة معنا نسمع أستاذ مصطفى تفضل أهلا وسهلا تفضل أهلا بحضرتك أم حيث يوفيك الكرام على الموضوع الشيق وكان ليه بس مشكلة بخصوص مدرسة خاصة مدرسة الليولي الخاصة بإدارة العمرانية المدرسة طبعا ابني في كي جي وان ما في أمشطة طربوية ولا تعليمية ولا فنية في المدرسة فطبعا أنا توجهت لرئيس التلقس بتاعة رياض الأطفال فقالت لي محدش ييجي تاني لي عندكم مدير المدرسة روحولو فبالتالي روحت في وجود مدير المدرسة فمدير المدرسة طبعا وفقها الرأي وقال تعالوا لي في أي مشكلة توجه قعدت أتكلم معاه المدير الفاضل فقال لي بكل يعني على الطابة فقال لي أنا كنت بشوف الأطفال من بداية الدراسة على الكارتون وبيلعبوا على المراجيح لا عفوا معلش صوت أنا ما سمعتش جملة الأخيرة إذا سمحت لي المدير المدرسة كان بيقول لي أيوة إن هو كان بيشوف الأطفال من بداية الدراسة وهو كان بيتفرجوا على الكارتون وبيلعبوا على المراجيح لداخل المدرسة يعني وجهة نظر المدير إن أنشطة فنية الأنشطة ما هي إلا الفرجة على الكارتون فضلت أتناقش معاه وأكلمه فقال لي هو أنت هتمشي المدرسة على مزيجة فبعد كده قلت له تنظم عام للوزارة ونظام للمدارف الخاصة جميع المدارف الخاصة بتعمل كده طب أنا بشكر حالي قلت صار أستاذ هاني كمال حيرد على حضرتك أي نعم إحنا خارج الموضوع بس حضرتك تفضل رد علي أستاذ آخر عزيز الفاضي الأستاذ مصطفى أنت شفت مشكلة في مدرسة بتخالف ومدرسة خاصة وبتدفع فيها فلوس ولا وابنك ليه حق في الأنشطة معلش تسمح لي أعتقد أن خانك التوفيف أنك تقول أنه نظام عام للوزارة مال الوزارة ببقرة فيها مخالفة إحنا بلغنا لا لا هو ما أصدتش كده أستاذ هاني أنا سمع المكالمة هو بيجادل دخل في جدلية في جدل مع المدير المدرسة مدير المدرسة على كل المدرسة كمه قال لي أنت حتماشي المدرسة على جافة قال لي أدي حاجة بتخلها الوزارة نعم نعم هو ما قالش كده شوف يا سيد الفاضل إن كان ما كان أعتذلك أن أنا تخيلت لو تسمحني أرغب معلش أنا ما سمعت ده هو فعلم صح بس مدير المدرسة قال ليه مش على كيفي إن كان ما كان من مدير المدرسة وقال كده اسمح لي أن أنا يعني أنا بأسف أن يكون عندنا مدير مدرسة يتعامل مع الناس بهذه الصورة الغير الغير حقيقية التي لا تعكس لا سياسة الوزارة ولا استراتيجيات الوزارة ده أنا هتبره يعني جزء لا نرضى عنه جميعاً لأنت ولا إحنا أستاذ مصطفى وممكن تبلغنا عنه وإحنا ننزله لجنة ونشوف أوجه بالقصور اللي عنده إيه عشان نحاسبه طيب جميل بس إيه على فكرة يعني الكلمة اللي قالها أستاذ مصطفى أنا بسمع كتير من أولئة الأمور إن مديرين المدارس الخاصة بذلك أنا طبعاً يعني معلوماتي عن الحكومية ما عرفهاش إنما كتير من معارفي أي مشكلة بتحصل ويمكن دي حاجة مشكلة بسيطة في مشاكل أكبر من كده بكتير ما تعرفش ليه حضرتك اللي أشعره يعني في مشكلة يعني في جملة محتاجة تطلع دلوقت أرجوك تفضل في ثقافتنا مش متعودين على الصراحة لما بتدينا نواجه الناس بشفافية وبصراحة وبالواقع المرير أيوة الناس تخيلت إن إحنا بنتنصف مما سؤالتنا يقول لك يعني إحنا مثلا بنقول إيه الإرث الفقيل بس إحنا بدأنا طريق الإصلاح والتنمية أنت عرف حضرتك بتقول إيه يرد حل يقول إيه وكلما حد يجول الإرث الفقيل لأم الثقيل الدنيا وردي عيدنا أقول لك الدنيا وردي طيب لما هي يا وردي أنت بتشتكي ليه لأ عندنا مشاكل عشان نحل المشاكل يا أستاذ هيبة لازم في شراكة اجتماعية ووعية هشملنا جميعا آه عندنا مشكلة وآه أنا دلوقتي واقف وسط المشكلة وبحلها هل أولاء الأمور في شكوية من المستبارة في السنوات الماضية لما بيروح يشتكي أنا مش بكال أستاذ هاني كمال أنت لسه متحدث رسمي يعني ما عارش كم شهر دلوقتي إنما يعني الشاكوى الدائمة إنهما لما يبتاجه للوزارة نعم في بعض الحالات بمفروض يتاجه للمحافظة زي ما حرق قلت فيه فيه خلط في الثقافة بتاعت المواطن بيروح على طول للوزارة معين المفروض آه يروح للمحافظة إنما ما بيوصلش بالفعل حاجة خلينا نسمع شايماء أه شايماء اتفضلي علوص رماري أهلا وسهلا اتفضلي أنا بس عايزة أما تسهل حضرتك أضيوفني معاك أهلا بي وعايزة أقول حضرتك إن أنا بالنسبة للإدارة بتاعت المدرسة بتاعتبنت إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في المدرسة بأننا ترسلين بين عيني منها أي وما حاجة فيها ما عايز يسمعنا هي مدرسة خاصة أو مدرسة حكومة لا مدرسة رسمية ديسة جديدة رسمية حولها تجريبي هي تجريبي لغات بس تموها دلوقتي رسمية نعم للغات تمام هي طبعا للحكومة طبعا أولا أنا هكتصر لحضرتك الموضوع كله في نقاط معينة كده أولا إدارة المدرسة قمت سوء الإدارة المدرسة دي حضرتك استقطعت مدنى استقطع من مدرسة تانية علشان الكثافة لما رشت أقدمي لبنتي في المدرسة قالوا لي تقطعوا مدنى جديد لمدرسة واخدنا دخلنا المدنى مبتوحة لمدرسة تانية خالص المفروض أنه هو مبنى مستقل فقررنا أن احنا هنقفل صور للمدرسة عملنا صور مدرسة وعملنا بوابات ولمو تورعات التورعات دي عملنا بها صور مدرسة وخلينا يعني سوري من علبة سلمون مدرسة تمام عملنا ثلاث بوابات وعملنا المدرسة وعملنا ثلاث فصول وغضبناهم وخليناهم المشكلة فين بقى أستاذ الشيماء المشكلة فين دخل كي جي وان بقى خلاص أولا ما كانش فيه مدرسين يعني مدرسين بعد يستحق الأولاد فقالوا هيجيبوا مدرسين فواعدني في السنة وخلصة السنة اللي بعدها جينا نقدم لإلى نفس المشكلة الأولاد بعد 30 من كي جي وان 30 كي جي 2 ما فيش فصول ما فيش فصول ولموا تبرعات من السنة اللي بعدها المفروض يوضبوا بها وقال فصول اللي في الدول التاني خلاص ما حبيش حاجة من جي حصلت خالص هيجة الأبناء التعليمية المفروض أن هما هى شاركوا في الصيانة ماتيش أي صيانة خالص الحمامات مت الموجودة حضراتك ثانية واحدة ثانية واحدة ها هيجيب تقولي هيئة الأبناء التعليمية كان مفروض تشارك في الصيانة حضراتك قلت لي سيئة تعليمية مسؤولة مدرية الإدارات ولست الأبناء التعليمية ال�ان ده تصحيح لو حداك ما سمعتش اللقاء من أوله. لأ بص حضرتك احنا عملنا احنا عملنا بلاغ تلب بلاغات للإدارة وروحنا واشتكينا المدير للإدارة وروحنا في أماكن كتيرة. احنا أضربت اللي احنا وصلنا لجهة أمنية عشان نعرف نتكلم معنا. انتي فأني محافظة يا أستاذة شايمات. في محافظة الأليوبية حضرتك بإدارة الإدارة التعليمية رد فعلها إيه يا أستاذة شايمات. اسمها مدرست تعليمية. مدرستة إيه إدارة إيه؟ مدرستة الثانية هي أسمع مدرستة الثانية التجربية آه. والإدارة التعليمية رد فعلها إيه تجاه الشكاوي؟ أولا أي حاجة حضرتك ما ممكن نزل حضرتك أرقام للشكاوي دلوقتي. آه. لجنة تنزل لها بكرة حضرتك. خلاص. أه. حضرتك حضرتك إدارة إيه؟ لات محافظة الأليوبية. آه. إدارة إيه حضرتك؟ انتو طبع إدارة إيه؟ المفروض بقى حضرتك أنا عايزة لجنة بعد يزن حضرتك. لجنة تنزل لها بكرة. أنا عايزة لجنة تتقالي الفلوس اللي تلمت والتبرعات اللي تلمت كلها الطرف الثين تعدي يزن حضرتك آه. والتبرعات بتاعت السنة دي اللي حصل بقى الترث أكبر بقى. آه. الأولياء الأمور اللي مدخلين أولادهم كي جي وان آه. قرروا أن هما هياخدوا فصول بتاعتنا. وإحنا أولادنا تطلع بالفصول اللي فوق. مين اللي هياخدوا الفصول بتاعتكم أستاذ الشيماء مين؟ الأولياء الأمور اللي هما ندخلين أولادهم في كي جوان. دول أولادهم هياخدوا الفصول اللي انتوا تبرعتوا ببناءها. آيوة. وإحنا أولادنا هيتلعقوا الفصول اللي فوق. آه. تمام؟. طب بصي أستاذ الشيماء. بمعن المسألة كده لها أبعاد وانتوا بتقديم الشكاوي بأرقام أستاذ هاني كمال بيقول من بكرة في لجنة حتى تتوجه للمدرسة. آآ وأنا بشكر حضرتك على اتصال. أنا اسميك تجمب التبرعات. حضرتك اتبرعتك كان يا فن. آآ أول سنة البنتي أنا بنتي وإبنك المدرسة. أول سنة برعت الثلاثمائة جنيه. والإبنة برعت الثلاثمائة جنيه. طيب. يعني سلاثمائة جنيه. خدت إصال يا فن. خدت إصال. لا ما فيس أي إصالات إحنا نموضبين. ولما طرفنا إصالات أخد منك الفلوس بس كل البص حضرتك كل أولياء الأمور موجودين هناك. يعني إحنا يوميا هناك عشان بنشوف موضوع التوضيف ده. لأن إحنا أولادنا طلعوا فوق في الفصول. ما لهاش أي علاقة بإنيات. لا اسمحي لي بإجابة محددة. خدوا خدوا منك ومن غيرك فلوس باليد. أيوة يا فن. ومدوكيش إصال. لا خب. هل حضرتك عارفة أن الدكتور وزير التابعة والتعليم مانع التبرعات وأي حد يتبرع يتبرع لحسب 70-70-70 سماعة الوزير. تتدفعت وليما أنتوا عارفين أنه ممنوع. هم بقلوك ثلاث سنين قبل يمكن وصول سيادة الوزير. هم بقلوك ثلاث سنين بيقدرونه التبرعات. أنا هعملهم المبنى. آه. طيب على عموم ساعدت اللي هو بيوعد وعدك. أنا هعملهم المبنى. احتراما لاتصال حضرتك. بيقول هو هيعمل لكم المبنى. وبكرة يبقى فيه لجنة من غنب معال اللي هو. أنا لا أنا بأتسر عشان فيه حاجة تانية كمان. فيه إهدار حصل اللي احنا وضبناه. يعني أولياء الأمور الجدادة. يعني بدل ما هم أولادهم يعودوا في الفصول اللي هم اتبرعوا بناءها؟ بصفانهم. 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 عشان المدرسة تفتتح. بشكرك أساس شامع على الاتصال. عشان المدرسة تفتتح. لو هي ثلاث فصول. لازم الثلاث فصول دول يبقى فيه ثلاثة من كيجي وان لغاية ثلاثة سنوية. يبقى ثلاثة فاربعتاشر باثنين واربعين. وينمو. يبقى ازاي هو يقبل ثلاث فصول كيجي وان والسنة اللي بعدها يحتاسف دول هيروحوا فين؟ طب المشكلة هتفضل قائمة. السنة اللي بعدها بتوع كيجي وان هيطلع أول ابتدائي. هيرديهم فين؟ فلازم ندرس بقى المدرسة على بعضها بالمبنى بتاعها بالقصة كلها على بعضها. اللاجنة تشوف بقى ايه الموضوع لازم موضوع يتدرس على بعضه لان كده واضح ان الموضوع عشوائي. عشوائي. اه طبعا. في حاجة في حاجة. طبعا. احنا مش عارفين نتكلم ان لما تنزل اللاجنة بقى وتشوف بقى الدنيا فيها ايه. ها. طيب احنا احنا هنرجع مرة تانية لفكرة اه. طيب انا هقول برضو. نظن فيه حاجة يعني ان شاء الله اجراء كويس هنبدأ فيه. هيتم تغيير جميع الزجاج النوافذ لجميع المدارس بسطبعا على مراحل. ها. ببوليكربونيت اللي هو الشفاف اللي زي الازاز اللي ما بيكسرش. ها. هو اغلى ولكن هيتعمل لجميع مدارس الجمهوري. هنبدأ بالابتدائي. ها. اساس هي اللي بتبقى معرضة اكتر للأولاد وشقاوت الأولاد. كمراحل وهناخد ده على مرحلتين او على ثلاثة. وان شاء الله هنبدأ فيها دي. بحس ان ما بقاش عندنا مشكلة الزراع. احنا عندنا مدارس في بعض القرى. كل يوم ازازها بالكسر. كل يوم الأولاد بيحدفوا طوب من بره المدرسة بيكسر الإزاز. وكانت شكاو مستمرة. ده جوز على فكرة حدثة ابننا يوسف محمد المطرية. الله يرحمه. عشان فيه شبكة تفتحة او تقفل. الولاد ممكن يكونوا قاعدين آمينين ساليين. طوب بالمدرسة الإشراف. طوبة تيجي من بره. ده بالتحديد فيه مدرسة في المينيا كانت المشكلة فيها مستمرة. يعني كل يوم والتاني الأولاد من بره بيخبطوا طوب في المدرس وبيكسروا. فان شاء الله ده هيكون حل جزري يحل مشكلة. اللي هم الولاد بيعملوا كدرية أستاذ كان. ده من خارج المدرسة. من الثانية واحدة بس خلينا بقى. هنفتح. بيحدفوا المدرسة بالطوب ليه؟. اه لا مش المقصود المدرسة بالقدر مش المقصود المدرسة بالقدر لما المقصود ان فيه أماكن فيها بعض العدوات الخصومات. شغب الأطفال. شغب الأطفال. مش قصد المدرسة يعني. شغب الأطفال. أستاذة هيبه اتفعنا نتكلم مسراحة. هل ينكر أحد فينا ان الأربع سنوات الماضية كان المشهد كله. مشتعل. مش القطاع التعليمي فقط. المشهد كله ضبابي وفوضوي. هل ننكر جميعا ان ده كله كان ليه آثر السيء السلبي على أولادنا. ليست المدرس فقط. البيت مسؤول والمجتمع مسؤول. والإعلام قبل كل ده مسؤول. والأحداث اللي حصلت وقصرت في المجتمع المصري أيضا هي مسؤولة. كل دول مشاركين في العنف اللي وصلوا أولادنا وهذه الحالة من اللخبطة والفوضى. احنا النهاردة بنوعيد ترتيب أولاءنا مش تابيع التعليم. عشان كده دايما نقول الدولة حينما وضعت التعليم أولى أولوياتها وبقى مشروع قومي. مش هيحلها وزير التعليم ولا التنفيذين اللي معاه. هيحلها وزير التعليم والتنفيذين بالقرارات الاستراتيجية وأيضا الإعلام معه والثقافة والمنزل والأب والأب والجيرة المحيطة. هو ده اللي هياخد التعليم لمستوى أفضل. جميل أنا بقية اتكلم حضرتك تماما بس أنا كولية أمر لحظة ما بيخش سور المدرسة هو مسئولية المدرسة بتحدث حوادث بذكر العنف. خلينا نقول ات كان لاربع سنوات الماضية ولا من غيرهم. انا بسمع حاجات من أولياء أمور أمهات إن أم تخش تجيب ابنها من فصل تلاقي أولاد زنقين طفل وقفلين عليه الباب في عز الحر ممكن يموت مفيش مشروع في الحقه. نعم. مثلا. ودي حاجة ملاش دعاب الأبناء التعليمية. نعم. بشنا. ولد بيضرب ولد يوقع له فك سنانه ولد يركب طقمه هو ما دخلش أولي أعدادي. نعم. ولا يوقع بعد. ده ياخدني الأستوزاني كمال. في ناس سألت الأطفال اللي ماتوا دون هل بيبقى فيه تأمين عليهم هل حيتكون خلاص قدر الله ما شاء فعل وذهبوا وكانوا هم مجرد جرز انظار علا وعسى نعم. نعم. ان يحدث اهتمام وصحوة داخل المدرس لأن كل مدرسة عرضة لحادث مختلف يعني مش شرط ان يكون باب يوقع أو كده أنا ضربت أمثلة كثيرة جدا جدا. نعم. نعم. أولاد بيدربوا بعض في حتة مش متشافة مش عارفة إيه. حريك عارف بتحصل يعني ده واحد بيزوق واحد ممكن يموت يكون عدو القلب ومعرفش مع عدو القلب. نعم. 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 ويا ما حدثت حاجات فردية زمان وكان بتتعرض لها وزارة الإعلام. المدرس بيدرب تلميذ راح مش عارفة ميت. تفتكر حضرتك ده. نعم. يعني خلاص بتبقى مجرد العقاب أننا حوقه ثلاث شهور لغاية التحقيقات ما تخلص. لا المسألة مشكلة طبعا حسب كل مخالفة في من يتحول إلى عمل إداري في من يفصل يعني وفق المخالفة زي بالظبط اللي بياخد مؤبد وبياخد 15 سنة وبياخد سنة وبياخد 6 شهور. وبياخد مؤكد في التنفيذ برضو. إحنا في دولة قانون بنحترم القانون. إحنا في عندنا عمليات إصلاح على المستوى الإنشائي والتربوي. إحنا في عندنا كتاب اسمه دليل الأخلاق والمواطنة. وده معمول للمدرسين. المدرس في إحدى مدخلاتي التليفونية بيقول لي المزيع يا أستاذ هاني ده المدرسين مش التدخين ممنوع في المدارس. قلت له نعم. قال ده في مدرسين بياخروا من الفصل عشان ادخل صجارة. قلت له مش هاني المتحدث رسمي. خد عندك ما هو أدها. في مدرسين بيدخنوا جوه الفصل. إحنا بنعترف يا أستاذ هابة نتيجة الخلل اللي إحنا وصلنا له. هتقول ليه طب بتعمله إيه؟ بنحاسب. هنبتدي نحاسب كل من يخالف. القضون حضرتك قلت ده فيه الحل. قلت ده الحل. قلت ده الحل. جميل جميل. أنا لو ماشيتي الوزير وجدت غيره اللي بيدخن في الفصل ما يفضل يدخن في الفصل. طب اسمح لي ناخد. اللي ما بيشرفش مش هيشرف بها كزا. طيب يعني حضرتك فعلا يعني أنا 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 أتذكر برضه وليت أمر قالت لي أنا مديرة المدرسة بتان تغلبانا. تقول لي طب أنا الطفل المدرس هيترده ليه برا الفصل لو أنا دغلبانا. أين القدوة؟ 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 أين القد وقدت الوفاة تلت أطفال لغاية النهاردة في الابتدائي وكان معنا الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد عمر نائب رئيس سحرير جريدة التلمساء وذكر حضرتك والتجربة الخاصة بمتابعة حضرتك للإدارة التعليمية يا تندي ده مش تجربة خاصة ولا حاجة ده واجب والتزام احنا بنقوم به ونحط دوابط بس دخل انتعاف حضرتك المنظومة التعليمية 30 سنة اللي فاته لما حضرتك تشوفه وضع المدارس وضع سيء جدا والحالات اللي عندنا جزء من الصيانة ونقل مدارس في مدارس فالوضع تطلب يعني تقريبا متابعة يومية عشان تقدري تقعف على المشاكل لأي مشكلة حلها مباشرة هو كان بيستشرب ان حضرتك يعني هنا الحديث تطرق بنا ان الناس لما بيحصل حاجة اي حادث او مشكلة مخوم بيتجه على طول لوزارة التربية والتعليم والابناء التعليمية وفي تفاصيل كثيرة ما بيعلموهاش وجرى بنا للحديث ان المحافظين مسئولين كتنفيذيين في متابعة الادرات التعليمية والكلمة فجيه الوزارة بتحط السياسة العامة ونهاية الابناء التعليمية وذي تبع المحليات اشرافا يعني فاستاذ احمد عمر الحقيقة لما جي يضرب مثال بمحافظ بيتابع بنفسه الادرات التعليمية ذكر حضرتك وحضرتك بتشرفنا دلوقتي بهذا الاتصال اه اه لا بالله انا نفادي مثلا كالعادة عشان حضرتك حد قال لي ان اوكيل وزارة ما كانش معاي انا ما بروح اي مدرسة حتى اوكيل وزارة ما ببلغوش اه فبالتالي بندل فجائي جولات تفتيشية جولات كده مش تفتيشية جولات للمتابعة وشوف اولادنا لانتوجهات عامة حتى داخل الحكومة كلها ان الفترة الاولى مطلوب مننا المتابعات فيه وخاصة عندنا كان طلعين من مشكلة الصيانة في بعض المجال اللي تنتهي الصيانة فاحنا بنعمل متابعات دورية ممكن السيجراتية العامة نعمل مساعد رؤساء المدن في الاماكن بتاعتهم وانا بابا يعني انا بابتتفاش مع ووكيل وزارة الترباءات التعليمة وانا رايح المدرسة الفلانية نعم تقييم حضرتك تقييم حضرتك في البداية كان ايه ان عدم حضوره لتقييم العملات العملية التعليمية بالصيانة بأن التلاميذ بالموضوع اللي احنا بنتكلف فيه كنت حضرتك بتشوف الوضع ازاي قلت يا فندي ما انا اقول لحضرتك اللواخة الحقيقي بالتأكيد عندنا مشاكل وكان فيه تأخذ في بعض عمليات الصيانة وانا شخصيا انتخلت وحليت والمدرسة اللي انا زلطتها حضرتك بدنية كنا رايحين عشان بنق المدرسة من مكان لمكان فلدينا مشاكل في بعض المشاكل في السلفات يعني مثلا المفهول مدرسة الدمعاء الفين تلات تلاف جنيه لو حاجة حمام عاصل ولا حاجة يقدر يصلحه فوريا دي حاجات بسيطة وتفعة ولكن ممكن تقلب للمنظومة كلها يدرى بالصرف الصحي ما يدرش يجيب حنا فيها يقدر يعمل فكل المشاكل ده حضرتك بنحط لها خطة وقدر الامكان بنحلها طيب المشاكل فيها بند المشاكل وإذا لمست وإذا حضرتك لمست إن كان في إيد المسؤول أن يتصرف ولم يتصرف بإيه الإجراءات اللي حضرتك بتاخدها لا يا فلدي بحنا حطين خطة كاملة وإجراءات يعني دي ما فهاش نوع من ده نوع من الانضباط منظومة انضباطية أي واحد طيب شيء جميل جميع كان بييجي ساعات كنت بدي جزء بسيط كده يوم أو يومين دلوقتي بعض الحالات يوقف عن العمل أي مسؤول لا يستطيع أن يؤد دوره مش هاب أن يقول لأني ما عليش الفترة ديت كل أنا أعتقد أي مسؤول بندعيله بالتوفيق لأن البلد دي في حالة حرب تدمية مطلوبة من الناس الذي يتولى مسؤولية ما يبصش للمبلغ المالي بيبص نوع جندي في معركة في فترة قادمة وبالتالي من لا تتوفر في المقاومات ديت بنشكره ويقول غيري أكفأ مني يتفضل ده المقدة العام اللي يبغى أن يسوك عدد كل الثات المسؤولين لأن الوظيفة مش تشريف أن هذا هو القيادة أنا بشكر حضرك سات المحافظ على هذه المكالمة الحقيقة رائعة جدا بشكرك حضرك جدا على هذا لتصال هاتفي يعني أشار إشارة رائعة إن الأداء العام يجب أن يختلف حتى وإن كان هناك إرث قديم تفعيل القوانين كما أشار أستاذ هاني كمال في أول حلقة لكن الإشارة الأهم إن احنا في حالة حار طبعا فاليقذة مطروبة وكل المحافظين لما بقوله في جزء قال لأ فين دباط فين وفين ما يحصل لأن هو عارف كل مدرسة بتبلغ لجنبها لأي يخطروا كل وزارة إن هو حينزل بنفسه ينزل فجأة ويخش المدرسة وغير ما يقول فكله يبقى جاهز 25 ألف مدرسة قبل إنشاء هيئة الأبناء التعليمية وبعدها 25 ألف نحن نعلم إن في كل المحافظات وتحديد المحافظات الكبيرة كان هناك قصور قديمة استغلت كمدارس ما زالت موجودة حتى الآن في بعضها اتهد طبعا لأنه كان غير صالح والبنى مكانه لكن تظل هناك مباني قديمة إيه الوضع؟ أيهم أقوى الأقدم ولا الأحدث؟ أنا عندي 772 مدرسة قديمة ودي أغلقت تماما أغلقت منهم 116 جاري عمل فيهم مقاولين تم هدمهم وإنشاء مدارس جديدة في 196 مدرسة تم ترحوم في مناقصات عامة وفي طور إن إحنا نتعاقد في 166 آخرين حيعلن عنهم في خلال الشهر اللي جاي يتبقى 294 ودول بنجاهز برضو ورقهم لأنه خطتنا بنخلصها قبل شهر 12 يعني طرح المدارس في المناقصات قبل شهر 12 بيكون مخلصين وعشان الخطة المفروض بتنتهي في 36 على ما ناخد فطة الطرح وفتح المظريف والتعاقد بتاخد لها حوالي 30 شهر بحيث أننا بقفل خطة دي 772 مدرسة دول دخلين خطة السنة دي في عندي مدارس أخرى حوالي 600 دخلها في خطة السنة الجاية يعني يبقى عندي حوالي 1300 مدرسة قديمة مغلقة 700 منهم هيتعمل السنة دي و600 السنة الجاية إن شاء الله لكن بمجرد ما يبقى في قرار بأن المدرسة دي غير آمنة بيتم إخلقها فورا وإغلاقها بالتأكيد فكرة بقى أن تعود السيانة مرة أخرى لهاية الأبنية التعلمية في ضق ما حدث جرى الحديث حوله هو في طور العرض في طور العرض نعمل بي مذكرة إن شاء الله نتعود السيانة مرة أخرى لهاية الأبنية التعلمية بإسلوب يتماشى مع اللامة مركزية عشان كي لا نقترب من اللامة مركزية في إسلوب بالتنسيق مع السادة المحافظين يتم عمل الحل للأنسب إن إزاي هيية الأبنية هي اللي تقوم بالتنفيذ من خلال اللامة مركزية طيب أستاذ هاني كمال الشكاوي التي ترد من أولئة الأمور على مدار الأعوام الماضية بمختلف أنواعها وإذا اقتربت من الأبنية والتبرعات أنا أعلم إن طبعا كم المدارس كبير والشكاوي كثيرة إن كانت حكومية وإن كانت خاصة بذكر الإهمال والتقصير والفساد الإداري وكل الكلام الكثير اللي ممكن تتعرف بالناس هل هتظل استقبال شكاوي أولئة الأمور بنفس الطريقة في شكوى من أولئة الأمور من الوزارة كثيرة إن هما بيشتكوا ولا حيات المنادي وأنا بقولك اللي بتقال من أولئة الأمور وإن من الممكن أن الوزارة يرجع إلى الوزارة فما تنصفهمش رغم من الشكوى مثبتة فيضطروا في الآخر إنهم اشتكوا الولد يضطهد أو البنت يقوم غدين أنا قدامي دقتين نعم أولا اسمحيلي إن أنا أثمن على ما تفضل به معالي دكتور المحافظة الشرقية وسعيد وقال إحنا في حالة حرب وده لنا قصدته يا أستاذ أهبة في كل كلامي والله يا أستاذ أهبة لا مخرج من اللي إحنا فيه إلا لو كلنا كمصريين آمننا بإن كلنا في حالة حرب ده معناه إن الآن الأوان كلنا نشتغل من غير ما نقعد نعدل على بعد ونلقي التهم على بعد واحد ما فيش تهم بس عشان لا مش هنا عفوا حالة عامة ومش في التعليم بس عشان الحاجة الأخيرة اللي أنا بقولها إحنا ليه بنشعر إن فيه مشكلات وتوجه للتابعة والتعليم لأن كل اللي بيتصل يعرض مشكلة ما فيش حد بيتصل عشان يقول على شيء جميل شايفه هو عنده مشكلة فإحنا مش شايفين غير مشاكل لكن والله إحنا لو شوية بصينا للجزء المليء من الكوباية هنبعك إشارات إجابية أنا بقى إيه مدام تقولتلي كده أنا بقى إيه مدام تقولتلي كده إن شاء الله إن شاء الله إحنا أقل مستقبل جميل بإذن الله لأن إحنا منخطط لحاجة جميلة لكن يعني من حقه برضو أنه يشتكي بعد المصاريف اللي بيعملها وحقه في الدولة الأولاد حقه وإحنا تحت أمره بس بنقوله زي ما في ده والله برضو في ده طيب عموما أنا في نهاية القاء بشكر تشريفكم لينا أستاذ هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الترابية والتعليم سيادة لوقة محمد فهمي أي نعم معترفين بالخطأ أي نعم الألم شديد وما فيش حاجة تعوض ضدنا وعارفين إن المسألة كبيرة جدا ومؤلمة جدا لكن حاولنا نشوف المسئولية فين نتمنى ونأمل إن شاء الله إن شاء الله إن اللي إحنا فيه نتجاوزه في أسرع وقت ممكن لكن دكتور سعيد عبدالزيزي بحفظ شرقية أشار إحنا في حالة حرب ياريت كلنا نتذكر ذلك شكرا لكم إلا لقاء